تحياتي لكل الإخوة شرفاء داخل الجزائر وخارجها تحياتي إلى كل الأحراري في العالم بكل اللغات وبكل لهجات وتحياتي خاصة لكل الإخوة للمتفاعلين إيجابيا مع تسجيلات تاعي سواء كان بالنقد الموضوعي أو كان من الناس اللي هما يقاسموني بعض الأفكار الناس اللي سبوا والناس هذوك اللي مكلفين بالتشويه وبتضليل التعرأي العام وبتحريف التعلم المواضيع هذوك الناس ما تقدروا تديروا ولو الإخوة اللي تحبوا التبع وتسجيلات تاعي سمعوا الكلام تاعي قبل حلوه جيدا وفيما بعد قدليوا بالمواقف تاعكم على الأقل تكون المواقف تاعكم مبنية للحجة وعلى المنطق مش هكذاك فقط يجي واحد يسب لأنك تسب انتعك هذك مرة هو رايح يدير والو ومرة نشرح نجاوبك يعني مباشرة هو أنه بعد ما نراجع التعليق انتعك نحطك في المكان اللي تستعلو الموضوع اللي حبيتنا نتحدث فيه اليوم وحول الهوشة هذي اللي جرات بين عمار سعتاني وراشيد نكاز ما رانيش رايح نتحدث فيها بالطريقة اللي تحدث بها في وقت سابق وإنما حبيتنا نخذها كمثال حتى باش تفهموا هذا الموضوع انتع العقلية الجزائرية والعقلية الفرنسية أو عقلية point DZ أو العقلية انتع point FG الناس اللي رام حبين هما يمشيوا الجزائر بعقلية فرنسية أو حبين يمشيوا هما فرنسا بعقلية جزائرية الحمد لله أنا راني عشت في الجزائر وكبرت فيها مرحلتين عشتهم في الجزائر بمعنى أنه المرحلة انتعى الطفولة وانتعى الدراسة راني عشتها في الجزائر بالإضافة إلى أنه عشت هذه المرحلة الأخيرة في فرنسا ونعرف العقليات انتعى الناس سواء في الجزائر أو في فرنسا لذلك أنا دائما في النقاشات انتاعي ودائما في الحوارات انتاعي وفي المداخلات انتاعي أميل للموضوعية بعيدا على هو أنه أنا انتبع فلان والله علان أميل للموضوعية كي الناس اللي هما مثلا كبروا في الجزائر وتربوا في الجزائر ولكن للأسف شديد ما خرجوش للخارج ما عندهمش هذه الخبرة اللي اكتسبوها في الخارج نفس الشي كي الناس اللي هما كبروا في فرنسا وعاشوا في فرنسا ولكن ما عاشوش في الجزائر وبالتالي هما يفتقدوا لهذه الخبرة في الجزائر ذرك هذه الانسان اللي يراه ذرك، مثلا هو، عايش وكابر في الجزائر لما يخرج هو مثلا في فرنسا يعيش سمانة، ولو شهر، أو شهرين، أو حتى 6 شهر هذا ما يعرفش العقلية الفرنسية و الانسان اللي يراه عايش هو في فرنسان، وكابر فيها وقاري فيها لما يروح، هو يعيش في الجزائر يعيش شهر أوışهم، أو contradجات، أو عام، أو عامين ما يعرفش العقلية الجزائرية بالتالي مرات تصرأ أحداث كاين الإنسان اللي راه هو يحلل بطريقة فرنسية وكاين اللي راه هو يحلل بالعقلية الجزائرية ذرك مثلا هذا القضية انت عرشيد نكاز كاين اللي هما راه مصادرين الأحكام انتهم بعقلية جزائرية بمعنى أنه واحد راه واحد للدار تاعه وحبه هو يطالع على بعض الأسرار تاعه وبالتالي هو يدمه يعطيه بدماغ يكسره وخنانفه ومن بعد يقول له طبلت زمعان مهموش فيه ولا في المحكمة ولا في التبعات المتاحة وكاين في المقابل اللي راه هو يشوف يقول لك باللي هذا راشيد نكاز من حقه على جل باشره هو يظهر أمام بيت سعداني لأنه راه يفكر بطريقة فرنسية ويقول لك هو من حقه باش هو يحاسب سعداني وسعداني ما عندوش الحق على جل باش هو يظهر براشد نكاز وكاين ناس اللي راه ما عايشين في الجزائر ولكن عندهم عقلية فرنسية وفي المقابل كاين ناس اللي راه ما عايشين هما في فرنسا وعندهم عقلية جزائرية كيفاش؟ مثلا هو عايش في الجزائر عايش فيها بالجسد انتاعه سواء كان يتحدث بالعربية والله يتحدث بالقبيلية والله يتحدث هو بالمزابية والله يتحدث بأي لغة واحدة أخرى هو راه عندو عقلية فرنسية تلقاه لما يكون يزوخ يزوخ بالفرنسية شوفو للباس انتاعهم للطريقة انتاع الكلام انتاعهم للعقلية انتاعهم للممارسات انتاعهم عايش ولو في شعبة ولكن هو راه حاسب روحو بالله يراها في شنزلزي juonzilize انا راه هو في لوبيغا يفكر بره عايش في منطقة من المناطق انتاع فرنسا حتى ولو انه راه مزارهاش راه هو عندو عقلية فرنسية من خلال الافلام من خلال الاغاني من خلال الحطان تلقى راه دير كسكت اللور وراه دير نواذر اللور وراه يمشي تقول انت مجمع ذوك تعرى بتاع فرنسا عايش هو في منطقة في الجزائر في المقابل تلقى انسان راه هو عايش في فرنسا ولكن هو يعني مهز حتى حاجة من فرنسا لذلك هنا حبيت انا انت حتى على هذا الموضوع حتى باش تعرفوا فيما بعد كيفاش تحلوا هذه القضايا قضية اللي ليست تتعلق كما قلت في تسجيل سابق بين رشيد نكازو وهذا سعداني وانما عندها ابعاد وعندها خلفيات ذرك هذا الانسان اللي راه هو ذرك مثلا هو عايش في الجزائر يتحدث مثلا عدة لغات وراه هو مثلا عارف المسائل التاريخ بمعنى انه عارف السراعات اللي حدثت في السابق عارف الفطرة هذه انتها الاستعمار وقارئها قراءة صحيحة يعرف هو الخوانة يعرف العملاء يعرف الناس هم اللي رهم هم يمثلوا هذا الطابور الخامس في الجزائر راه هو تنقل وخرج راه هو درس راه هو كتب راه هو كذا موش كيف ما الانسان اللي راه هو ذرك هو ما يعرف من الجزائر الا العالم انتها والنشيد وان تو ثري بفلاجيري مش كيف كيف الانسان اللي راه هو ذرك هو حيش في فرنسا وقارئ التاريخ انتاع فرنسا وقارئ الفلسف انتاع فرنسا وكبر هو في فرنسا وراه عايش بطريقة فرنسية تفكير تاعه وموش التفكير تاع واحد راه هو عايش في الجزائر ولذلك مرات كينين الناس اللي هما يلقوا صعوبات لما هما يروحوا للجزائر كين انسان اللي راه معايش في فرنسا لما يروح للجزائر يلقى صعوبات ما يقدرش هو يندمج ما يقدرش هو يعيش مع الناس اللي راه معايشين في الجزائر وبالتالي إما انه ينزوي يروح يجيه في مكان واحده ويصير ما يهضرش مع الناس وما يمشيش معاهم وكذا وإما أنه يعود يهجر يعود يخرج وفي المقابل كيني الناس اللي هما ذرك مثلا هما كابرين في الجزائر لما هو يخرج غار مباشرة يبدأ يتحدث مع هدولي زيميغري والله يحصل معهم علاش لأنه هما العقلية انتاحهم مش كيف ما راه العقلية في الجزائر فرنسا عندها قوانين انتاحة وعندها النظم انتاحة وعندها الثقافة انتاحة ذو كل الإنسان كين مراته وأنه تلقاه يندمج في هداك المجتمع ويصير هو يمشي والله يتماشى مع هدك الواقع اللي راه يعيش فيه ولكن في نفس الوقت تلقاه راه وحاكم الأصال انتاحه حاكم التقاليد انتاحه وهذا مش عيب بالعكس هذا فخر فخر للإنسان الأصيل للإنسان اللي هو مهما يعيش سواء في المريكان والله في فرنسا والله في إيطاليا والله في ألمانيا والله في أستراليا والله في أي مكان في العالم ولكن ما زالوا محافظة على التقاليد ما زالوا محافظة على الأصالة ما زالوا محافظة على اللغة هذا رأيه يعتبر إنسان أصيل وبين الإنسان البباغاء اللي هو يخرج يحاول هو أنه يقلد وكان الناس اللي رأيهم عاطين هما صورة مشوهة على كثير من المهاجرين يجيوا خاصة من هذوك اللي يجيوا هما في الفطرة يعني اللولة يجي يقعد عام والعامين يبدأ يدي سيارة ويروح هو البلاد ويبدأ هو يفوخ ويزوخ على الناس خاصة هو أنه كان الناس يعني من محدودة الدخل والله من الناس البوسطة هذوك يشوفوا إنسان كان مقمل كان مخنن كان كذا يجي هو يبدأ يطرطق عليهم يبدأ يطنطخ عليهم ويبدأ يتحث معهم بالفرنسية وعرفهم هما باللي رأى مثلا ما يفهموش الفرنسية والله يجي هو يبدأ يزوخ عليهم ويبدأ يفهمهم باللي رأه إنسان مثقف وراه فهموا باللي هذا الثقافة يعني أنك أنت تحدث بالفرنسية فهم باللي أنت يعني إنسان مثقف وإنسان راه وفهم وكسا يعني ما أنت عنده سيارة ويجي هو يطنطخ على هذوك الناس مساكن الضعفة هذوك المحدودين تعد دخل وكذا بالتالي هما يهزوا نظراء وكين ثاني أيضا الناس اللي هما عندهم هذك المركب انت عن نقص سواء في الجزائر أو في فرنسا كين ناس اللي عندهم هما مركب النقص تلقاه مثلا هو راه عايش مثلا في الجزائر نتحدث على بعض الجزائريين مانيش نتحدث على كل الجزائريين فيه ناس اللي هو عندهم مركب النقص راه عايش في الجزائر ما خرجش ربما مثلا ما عندهش الفرصة كيفاش يخرج ربما ما عندهش إمكانيات أو ربما الله غالب ما عندهش اسمه وتلقاه هو حسود يعني مغروسة فيه يعني لما هو يجي واحده وراه ما دار له والو بمجرد أنه راه عايش في فرنسا هو يحب يفهمه ولا في مريكان ولا في أي مكان مش غير فقط في فرنسا هو يحب يفهمه بللي أنا معلى بليش بيك يبدأ هو هذا السيد اللي راه جاه وراه يمشي معاه بني ينتهو يجي مثلا باش يقصر معاه ولا باش يجي يحكي معاه ولا آخر هو يعني باش يبيله بللي راني معلى بليش بيك أراني مانيش مقيمك أراني مانيش حطك في راسي يبدأ هو يظليه يبدأ هو يتجاهله يبدأ هو غير يهدر برك يحكمه من اللسان غير يهدر يحكمه من الرأس غير يهدر يوكله ويعظه علاش لأنه الحسد جايه في راسه ها راه يشوف في ذاك باللي راه يخرج والله راه يقرأ والله راه يصل والله راه كذا كين الإنسان اللي راه يخدام ذلك هو ودار أشياء يستحقها صوابنا دار والله دار طمو دار سيارة والله والله دار ربي عونه ربي يزيد له ربي كذا أنا علش نحسده وفي المقابل كين الناس اللي هم ذلك مثلا كما يقولوا في البلاد الزماقر هذوك لما هو يتحدث معاه واحد ثاني كيف كيف في الجزائر وشوفوا قال مثلا راه يخدم وراه يدار مثلا سيارة ولا راه يدار مع لباليش أنا يدار فيلا ولا راه يدار كذا هو راه يشوف يروحوا مثلا راه يعيش في فرنسا مع لباليش أنا كذا وما دارش يبدأ ثاني نفس الشي قال ها هو ذا كدار وها هو ذا كدار وراه كذا ومن بعد ثاني نفس الشي باش يفاهموا بلي راه يباليش بك راه يعيش في فرنسا عايش في فرنسا وأنا ثاني راني كذا وأنا راني ثاني كذا لذلك الناس لازمكم تفكروا يا أخويا أنا راني جزائري عايش في فرنسا ولكن راني محتفظ بالجزائري انتاعي عندي عقليتي عندي ثقافة انتاعي عندي تاريخ انتاعي نعتز به ونتشرف به ولما نحب نعالج أنا قضية معينة سواء انتعلق الأمر بهذه القضية انتع سعداني ومعانك كازو والله اي قضية واحد اخرى نعالجها بتاريخي نعالجها بثقافتي ما نعالجها بعقلية الناس واحد اخرين تذرك مثلا المحكمة هنا في فرنسا ما ايش المحكمة في الجزائر المحكمة هنا في فرنسا ذرك هي لما تصرق قضية كما هذه فيديوها ذكره هو حاجة ليقدروا ما يستندع لها ولكن هما ميروحوش يتبعوا في الفيديو هذك والله يتبعوا ما يطلبوه المستمعون هما يشوفوا راهم اولا عندهم ثم الكاميرات في السكنة هذي خاصة في المنطقة هذي كون راهم ساكن سعداني اذا كان راهم منطقة راهم فيها حراسة راهم عندهم الفيديوات هما ما يحتاجوا شباش يديروا البلطاجية ثم في البيبان عندهم الفيديوات عندهم الكاميرات راهم رايحين هما يتصلوا بهذا الشركة اللي راها هي تصهر على الحماية انتع هذك الاماكن بالكاميرا ويراحين يجبدو الفيديوات ويشوفوا هذا راشيد النكاز كيف هتخل كيف هتطريقة اللي تخل بها بس كيف كان الناس اللي ما مش فاهمين ذرك هو راهو دار تسجيل تحدث فيها قال بلي راهو رايح للبيبيسي لما ذرك هو دار التسجيل الثاني كاين بعض الناس اللي ما مش فاهمين فاهمين بلي ذرك هو راهو ضربوا هذا صهر سعداني ضربوا هكذا ما مش فاهمين بلي راهو هو دخل للساحة وش دخلك انت للساحة هذي تدخل ثم للساحة بمعنى انك راهو كاين الانترفون يعني ذوك انت لما تجي داخل راهو واحد تحلك الباب شه كل اللي يحلك الباب وفي النهاية کهين بعض من الناس هكذا اللي هوما ما راهو مش فاهمين الموضوع أصلا وحتى منهم اللي هو ما مش فاهم كلمة الحييات يا هل طراء الحيياد هو انك انت تسند انكاز يا هل طراء الحيياد هو انك انت تسند سعداني انا ما راني لي مع سعداني ولا راني مع نكاز انا راني مع حقيقة فلتكشف الحقيقة أنا لا أتفق مع راشد النكاز في طريقة تاعه اللي راه هو يستخدم فيها وفي نفس الوقت أنا ما رانيش معاه أنه عمار سعداني يسرق الأموال تأشعب ويبيضها سواء هو ولا ربراب ولا حداد ولا نزار ولا القيد صالح ولا أي حلوف من الحلالي في الجزائر أي حلوف وأي شخص تثبت باللي راه هو سرق الأموال تأشعب يزقها والله ويكون بابا والله ويخرجوه من القبر ويرحيوه والله ما أعلى بالي أي إنسان تثبت باللي راه هو سرق الأموال تأشعب يرجحها ولكن أنا ما نروحش أنا نتبع أنتعم ما يطلبه المستمعون إذن هو راه أعلن قال باللي في تسجيل باللي راه هو رايح للبي بي سي ورايح يتحدث على هذه القضية أنتع النقاب كان بعض الناس اللي هما فهموا لما هو دار الفيديو هذك فهموا باللي راه وضربوا هذا سهر سعداني والله إبن سعداني كما كان يقول هو ولكن هو ما وراش علاش هو راح لسعداني يخمون في دير المباشر ويقول لك أنا راني مع الشفافية وأنا راني ننقلكم على المباشر كان من المفترض هو أنه ينقل المباشر ثم قبل ما توقع الحادثة ويقول باللي أنا راني قدام بيت أنتع سعداني هو لما صور صور والشرطة ثم بمعنى أنه راه هو ضربه من قبل وفيما بعد راح هو جاب الشرطة وصور هو أمام الشرطة بمعنى أنه كي هناك حلقات راه مفقودة مشي غير حلقة حلقات راه مفقودة حتى باش حنين نفهمه علاش راشد نكاز راح لهذا سعداني ووش قال له وفيما بعد نحكمه موج مباشرة هو أنه أنا نروح يا سيدي إحنا العقلي ينتعي الإنسان المسلم هو أنه يتثبت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين هذا هو الدين أنتعنا إحنا أنا هذا هو أن تفكير تاعي فكر أنا جاب واحد خبر أنا نتثبت قبل ما نصدر أن الحكم تاعي مش مباشرة أنا نروح نقف معاه صحيح هو أنه الصورة اللي بان بها راه تبين من أنه راه تعرض للضرب ولكن أنا لابد هو أنه نتثبت ولابد هو أنه أنا نتبين قبل ما نصدر الحكم تاعي نعم أنا ضد السرقة نعم أنا ضد نتاع هو أنه يجي هذا عمار سعداني أو أي شخص واحد آخر يجي هو راه كان رئيس والله أمين عام هذه نتاع حزب جبلة التحرير الوطني ويجي هو أنه أنا يطنطن للغاشي لهيه ويطنطن للرعاء بالتاريخ وبالثورة ومن بعد جايين دايرين لهنا ديزوتال ودايرين لهنا تجارة ودايرين لهنا كذا وخادمينها مع الفرنسيين هذا الشي اللي راه يجري يذرك هو هو أنتا كما يقولوا في البلاد أنتا يأكل معذيب ويصخط مع الرعي مخلي سعداني ومخلي الجنرالات الكبار والأرباب الكبار اللي راه يسرقوا في الأموال تاع الشعب وراهم يديرين هلا هنا ويجي بعد كأنك ترك دولة أنتا قانون ودولة أنتا حق وانتا أنك تتعاقب أنتا هذا اللي راه يضرب سعداني عاقب الكبار المجرمين اللي راه يديرين ديمدين الأموال تاع الشعب عاقب الكبار المجرمين اللي راه يذرك هوما ضد الإرادة تاع الشعب نحن نحوسه على العادلة الحقيقية نحوسه على القضاء الحقيقي نحوسه نحن نضربه بيد من حديد على كل الوشات كل هذي الناس اللي راهم دركهما يديوا في الأموال تاها الشعب ويهربوا فيها مو شغل لفرنسا في سويسرا في اسبانيا ألمانيا وفي دول وحد أخرى راهم يديهما في الأموال تاها الشعب وفي هذه الأيام راها ناس دركهما ملتينها بالقضية نتع نكز وجماعة را تهرب في الأموال تاها عندي ذوق منذ يومين أو منذ ثلاث أيام تصل بيا واحد حدثني على واحد بلي راهم شريف فيلا في كندا وهذا الشخص حنا عندنا الميلف انتاعو بلي راه هو إنسان من الناس اللي راهم هربوا في الأموال تاها الشعب عن ميلف انتاعو راهوا عندنا وكثير من الناس اللي راهم عندهم هم ميلف ثات ولكن ممش حابين يعطيوهما فرصة في وسائل الإعلام هذي على جلبة شهدوك الناس يهربوا ها هو سيدي القذافي خوذوا لإبرة ها وصدام قتله ورحت الأموال تاها صدام حسين ونتاع أولاده راحت في البونوك في سويسرا وفي أمريكا وفي أماكن واحدة أخرى نحن نحوسه هو أن الأموال تاها الشعب هي أن ترجع للخزينة تاها الشعب ولكن ما تعطيوش الفرصة لهذا الناس على جلبة شهدوهما يديو الأموال تاهم قادرين نظركوا ما كان الناس اللي هما يدخلوا في هذا القضية نتاع سعداني وفي هذا القضية نتاع راشيد نكاز ممش جزائريين أصلا قادرين هما ذوق يدخلوا غدوة يستهدفوا راشيد نكاز أو يستهدفوا عمار سعداني على جلبة شهما ينوذوا في تنابين الجزائريين لذلك الأخوات لازمكم تحذر ورغم كان الناس اللي هما يتربصوا بالوحدة نتاع الجزائر ولازمكم تفهموا هذه العقليات كان الإنسان اللي راه يفكر هو بطريقة جزائرية محظة كان الإنسان اللي راه يدرك هو استفاد أنا شخصيا أنا استفدت من أشياء اللي راهها هنا في فرنسا استفدت من الواقع اللي راهوا اللي هنا موجود في فرنسا وفي نفس الوقت عندي التجربة نتاعي في الجزائر وبالتالي أنا ما يجي يستعملني لا واحد من البلطاجية اللي راه يخدموا للنظام ولا واحد من الناس هذول اللي راه هما يسوقوا في أوجه مكارة وخداعة اللي راه هي تستهدف الجزائر وتستهدف الوحدة نتاعها وتستهدف التاريخ نتاعها راه مذرك هما كان الناس هما يدعموا فيه راشد نكاس هذا يدعموا فيه لخلفيات سواء كانوا كيفاش انت سامح الواحد ثم راه ذرك هو يبيض في الأموال تاعه وفي نفس الوقت تعطي الواحد انت على جلبش يدير المظاهرات كيفاش فاهمونا ترى تاذك إذا كان رك ضد هذا الإنسان هذا حاكموه يلا عقبوه للمحكمة ومش غر هو حاكموه ورجعوا الأموال للشعب بشي تديوها رجعوا الأموال للشعب سعداني درع من اللي داهم سعداني مهما كان العدد انتهم قلتوا طروة ميل مليارة درع من اللي داهم سعداني راهم يسموا بربوار عند كبار المجرمين وكبار الأرباب في الجزائر وين راحت بين الثروة انتع سعداني مع انتع ربراب بعض الناس اللي انت تذكر ربراب يقولك انتا باللي ربراب خدم immer hatadalar وكثير من الناس الو بروات полدح وديرين ملكم مسفوsemb麻زقين م Sodoma وديرين مشاريع مختلفة خلانين يicki screen فح soldiers هذا غير الشيط اللي كنت تذكر believer حقيد مش جنرا عند взگات رشأن هنا في فرنسا كيف يتعامل مع البونوك هنا في فرنسا ويخاطبو فيه باسم الكولونال وداخل فيه قضايا كبيرة من بينها قضية طائرات الهليكوبتر اسلحة الدولة وقعدين هم يتجربوا بها طائرات وصفقات دائر دي كومت في كندا دائر دي كومت في فرنسا وهذا غر واحد بارك من الناس وين يبانوا انت الكبار انت على الجنرالاته وهذا هذا ما يقدر لهم لا راشد النكاز ولا اي واحد اخر لازم لهم عمل جماعي يلا نتعاونوا ونجيبوا لهذه الاموال تأشعب نرجعها نرجعها للخزينة انتع الدولة وفي نفس الوقت نعمله من اجل تغيير هذا النظام لانه هذا النظام الفاسد هو اللي وصلنا للمستوى اللي راني فيه وهذا رعام مفرخين هذو رعام بكري قال مثل جنرال وعاقيده رعام ذلك مخلين اصحابهم مخلين ولادهم مخلين الناس اللي رعام يخدموا فيهم ورعام عندهم حماية لا في الداخل ولا في الخارج بالتالي لو كحنا اذا كان حبينا فعلا نستعيد السيادة تانى في البلاد لابد هو ان نتعاون مع الشرافاء ونتعاون مع الناس اللي هما كانت المواقف انتحم ثابتة موش مع هذ الناس اللي هما ظهروا بعدما هربن علي في تونس وبعدما وصاروا معارضين وصاروا هما يتحتعوا الفساد ومنهم اللي راهوا هو يتحدث على ملفات معينة قصد هو انه يخفي وقصد هو انه يغطي على هذوك الناس الكبار المجرمين حتى باش هما يزيدوا يخدعوا الشعب ويزيدوا هما يغيروا الواجهة واما انه يهجروا البلاد ويخليهم لهذا الاخوة والاخوات ما لازمش انتوما تسقطوا في فخ هذا الناس هذه المسألة كيفاش انت ذرك هو يجي واحد انا يدفع لي على واحدة اللي هي منقبة ويدفع لي على واحدة اريانا ذرك الانسان اللي راهوا عنده الثقافة الفرنسية يقول لك ايه هراهوا يدفع للثقافة ويدفع الاريانا لكن الجزائر الاصيل يقول لك لا لا حب ساسي محمد لانه انا النقاب ماهوش اولوية ندفع لها انا ندفع للناس هذو اللي راههم هما جيانين رقم شوفتو ايذن القاضية انت التفكير كيفاش لكن الناس اللي راههم ذرك هما يفكروا بتفكير واحدة اخرى يا خيال الله يسهل عليك ترك ذوك مثل انت عندك عقلية اوروبية وانت ترك تقول باللي عندك عقلية اوروبية عقلية اوروبية تعيش بها في روحك مع روحك مع ذارك الله يسهل عليك بس ما تجيش انت تفرض العقلية الاوروبية على الشعب الجزائري شعب الجزائري عنده الخصوصيات انت اعو تذرك ما تقدرش تروح في الجزائر انت تروح تتظاهر قدام دار واحد عندك انت ميلف ضده تقدم للعدالة اذا كان رك تؤمن بالعدالة بس حما تروح انت تتظاهر قدام واحد في الدار تاعو هذي مش عقلية جزائرية وهذي مش طريقا تعتفكير تاعو واحد جزائري هذي طريقا تعتفكير تاعو واحد راه عنده عقلية اوروبية والله عنده عقلية فرنسية هذك اللي رحت لي انت انتع الاسمه مارين لوبان هذك تقول له انت هني جاي قدام دارك هذا راه جزائري دير هلو مرة يفوتها لك المرة الثانية يفوتها لك المرة الثالثة يفوتها لك ولكن فيما بعد لما تطول يدق دقلك راسك ومستعد باش يروح للحبس ومستعد حتى باش يموت لكن هذك الفرنسي ممكن هو يشوفك هكذاك يقول يخليه اذا لازمكم تفهموا هذي العقلية تلما تجي تعامل مع الجزائريين تعرف ما مرة تتعامل لو كنت مثلا لو كان تجيب صور انتع هذوك المجرمين الكبار اللي راه مظرك هما متسبين في المأساة انتع الشعب الجزائري وتنشر الصور تاعهم واذا كان ذو مثلا هذو ولادهم أراهم مثلا قال اللي رئاموا فيه الامول تاع الشعب ورام هو يدفيشوا بها وتنشر تظير الصور تاعهم ولا تحاشي منهم احدا وقال غدوة كما راموا هما كانوا يطاردو فيابناء وكانوا هما يقتلوا فيابناء Навراموا فيابناء شعب فيما بعد يستسلكوا هما ايضا ولكن أنا ما نظلمش واحد لأنه هذا رأى ابن مسؤول نظلمه واحد خاطيني واحد هو ما راهوش يعتدي على ابن الشاب ما راهوش هو يعتدي على الأموال شاب أنا ما نمسوش أنا ما نتلحش له أنا فقط طراني ضد الظالم سواء كان مسؤول والله ابن مسؤول وعلاش كيكون هو ذرك مواطن عادي وراه هو سرق أموال الشاب لماذا لا تحدثوش عليه يعني نتحدث فقط أنا المسؤول نتحدث عن المسؤول ونتحدث عن المواطن الشعبي وما نحاشي منهم حتى واحد كيفاش انت مخلي الناس اللي راههم الدول وقتارات في بوشاوي وفي المتيجة وفي أماكن مختلفة في البلاد في عنابة بارتو في الجزائر بارتو وراهم ذرك هما كانين اللي راههم دائرين هما ديزوتيل بارتو في سويسرا في في أماكن مختلفة دائرين هم شارين وقتارات وتجي انتايا تروح تتبع لانتايا في واحد راهو دار أبارتو ما والله حبيتنا تحدثنا على هذه القضية هذي من زاوية واحدة أخرى ولازمكم تفهموا باللي قضية نتع السراعية ليش قضية نتع هو شاب شخص وشخص وإنما عندها خلفيات وعندها أبعاد واحدة أخرى أنا شخصيا على بالي باللي رام كينين هنا ناس في فرنسا متواطئين فرنسيين متواطئين مع كبار المجرمين في البلاد وكين ناس منصفين كين ناس منصفين هنا ما يحبوش هما الظلم وما يحبوش الحقرة وحتى هما رام ضد الحكومات انتاعهم اللي هما رام مفاتحين المجل لهذا الناس الخطر عليه كين منهم الناس اللي إنسانيين راكم تشوفوا فيهم في أفلام مختلفة وراهم هما يعاونوا في ناس سواء في الصومال والله يعاونوا في ناس في الحروب سواء في فلسطين والله في أماكن مختلفة كين ناس اللي عندهم موما الإنسانية وهذاك هما الناس حنا اللي ناخذوا منهم إحنا الإكزامبل خطر عليه إحنا هذا هو الشي اللي رانا نتحث عليه أن نهز الأشياء الإيجابية اللي في فرنسا ولكن في المقابل كين الناس اللي رهم ضدهما قاسم من بالله لو كان يقوا الفرصة كيفاش يعاودوا ويرجعوا للجزائر والله ما يتردوا لحظة لكن في المقابل كين الناس اللي هما أصدقاء وراكم شفتوهم يعني أثناء الثورة كين الناس اللي هما كانوا ضدهما النظام تاهم أثناء الثورة في الجزائر وهذا المسائل رهم كل إنسان ره هو يفكر ره يعرف هذه المسائل إذن في القاضية الإخوة والأخوات لازم الإنسان هو ما لازمش يحط الناس كامل في معمعه واحدة كين الناس اللي رهم هما في الجزائر مفسدين كين في المقابل ناس مصلحين كين أيضا في فرنسا ناس مفسدين كين في المقابل ناس مصلحين وحنا ما لازمش الإنسان يخلط كين الناس ذرك هما رهم يدافعوا إلى عمار سعداني ويدافعوا لخطر إليها رهم يجيبونهم في الأموال ورهم يدافعوا إلى كبار جينيرالات لأنه رهم هما يمصوا في الأموال تاعة البيترول ويجيبوا فيها يستثمروا فيها الهناء ويدخلوا هما الأموال للخزينة ولكن في المقابل رهم ضد البساطة من أبناء الشعب الجزائري إخوة والأخوات لازمكم على الأقل هو أنه الإنسان يفكر قبل ما هو يتخذ قرار ويخدم عقله يا أخي ما تروحش أنت فقط هو أنك تنجر لازمك تفهم العقليات أنت عن الناس عقلية جزائرية وعقلية فرنسية مش كيف كيف ربما هو أنه كين بعض الأشياء المشتركة نقدروا نلتقي فيها ولكن الجزائر عندها خصوصيات والأسرة الجزائرية عندها خصوصيات ونفس الشيء بالنسبة للفرنسا كين بعض الأشياء اللي هوم رحم يشوفوا فيها في فرنسا عيب في الجزائر رحم تسمى والو وكين اللي هوم شوفوا فيه أشياء مثلا في الجزائر شوفوا فيها عيب في فرنسا رحم يشوفوا فيها والو وكين حتى في الجزائر ركم تشوفوا مثلا مرات واحد يقول كلمة في وهرن تعتبر هذه الكلمة طياحة لكن في ستيف والله مثلا في قسنطينة والله في الشرق الجزائري عموما راح يشوفوا فيها كلمة عادية ونفس الشيء مراته أنه واحد يقول كلمة مثلا في تيزي وزو أو كذا في منطقة واحدة أخرى يقرأوها كلمة تعيب والعكس فالمسألة الإخوة والأخوات لازم الإنسان يفهم هذه الأمور يعرف العقليات ما يروحش هو مباشرة هو يجيب سياسة فرنسية عقلية فرنسية ويحب يطبقها في الجزائر أو العكس يجي واحد هو ذرك راهو ماشي بالهبال تعه وماشي بالمانيش عارف أنا كذا ثم في المنطقة اللي راهو يعيش فيها مثلا في الجزائر ويحب هو يجي يفرض هذه السياسة تعه ويفرضك النمط تعه في فرنسا لا فرنسا عندها القوانين تعها وعندها ثقافة تعها أنت رك حبيت أنت تعيش في فرنسا لازمك تندمج في هذا المجتمع أنت اللي رك عايش فيه عندك خصوصية تعك عندك الأصالة تعك عندك الثقافة تعك قادر كما نقوله تلقح أنت الثقافة تعك هذيك بعض الأشياء الإيجابية اللي رك انت رك رح تهزى في فرنسا ولكن ما تقدرش أنت تفرض عليهم أشياء لذلك هما رك متشوفوا فيهم في هذا المسألة أنت عن نقاب مسألة أنت عن نقاب هذي ما هيش من الثقافة الفرنسية حتى إذا كانوا رحمهما فرنسية رحمهما اقتنعوا بهذه المسألة أنت عن نقاب لكن هي لا تعتبر ثقافة فرنسية نفس الشيء في الجزائر غدوا أنت تجيك مثلا واحد أنت ذرك مثلا هو وبنته ورحم لبسين لشرط هذه مش من الثقافة الجزائرية ولا من الأخلاق الجزائرية إذن هذه هي المسألة ذك هذي الناس اللي رحم ذك مثلا هما يشربوا على الطابلة في الجزائر واحد يشربوا المرانتاعه وبنته في الجزائر والله واحد راه عنده هو مانيش عارف أنا واحد يمشي مع بنته لا راه وقاعد معه في الدار ويكلوا الطابلة هل ترى هذي من الأخلاق الجزائرية؟ هل ترى هذي من الأخلاق منتاع الإسلام؟ ماهيش لكن في فرنسا شيء عادي عادي جدا لذلك الإنسان ما لازمش يخلط ما لازمش هو يهز قوانين والله يهز هو عادات والله يهز هو أشياء ويحب هو يحطها على المجتمع الجزائري المجتمع الجزائري عنده الخصوصية التعوي والمجتمع الفرنسي عنده الخصوصية التعوي يقدر فيما بعد هو الوحد يفصل في هذا الموضوع كاين بعض من الناس مثلا نظرك في الأسرة الجزائرية مثلا في الأفلام ولا مسلسلات كاينين أشياء اللي ما يقدرواش يشوفوها في العائلة لكن في فرنسا عادي ربما قادرين حتى يشوفوا أفلام منتاع الإباحة يشوفوها عادي ثم مع بعضهم هذا ذلك من الناس اللي رام يعلقوا رام يطيحوا في الكلام هل ترى هذو جزائريين؟ هذا الإنسان اللي عنده باباه وعنده أمه وعنده خواتاته وراه هو مثلا إنسان متخلق وإنسان متأدب هل ترى هو يقول لك كلام الفاحش؟ ما يقولهاش لكن هذا الإنسان اللي مش متربي هذا الإنسان اللي مش متخلق هذا الإنسان اللي هو مش متأدب هذا يقول أي شيء وما يهموش هو الجزائرية موشي فقط هو أنك أنت هذا الدراب الجزائري والله هذا الإسم الجزائري الجزائر عندها ثقافة وعندها تاريخ وعندها أصالة إذا كان حبيت أنت تتحدث بالجزائرية وحبيت أنت تمثل الجزائر وتمثل الجزائريين كون في المستوى نتاهم ما ترحش أنت تجيب عادات وتقاليد غير العادات والتقاليد تعال الجزائريين وتحب أنت تدخلهم بالحشوات وتحب أنت هو أنك أنت تستهدف في الأسرة الجزائرية وقال يلا أنت الدفع إلى وحدة منقبة ودفع إلى وحدة من المثليين هذو كل من المثليات لا صح كي الناس اللي رهم ذركهم مفازدين في الجزائر ولكن الأسرة الجزائرية هكذا على العموم معروفة بالأصالة انتاحة ومعروفة بالتقاليد انتاحة ومعروفة بالثقافة انتاحة شيء اللي ذكره حادث في الجزائر هذا كله من صنع هذا النظام المجرم اللي هو ساهم في تفتيت الأسرة الجزائرية وإحنا إذا كان حبينا التغيير هذه الأوضاع نستهدف النظام لا نستهدفوش إحنا الأشخاص حتى إذا كان إحنا استهدفنا الأشخاص لا بد هو أن نستهدف هذا النظام ولا بد هو أن نحاول نغير هذا الواقع الأليم هذه باختصار كلمتي إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته